هنروح دلوقتي للجزء الأخير من حلقتنا ودي حاجة اسمها درس عملي يعني إيه بقى درس عملي؟ حضراتكم بتبعطلنا أسئلة، تمام؟ إحنا هنجاوب عليها، أنا هجاوب عليها مع حضراتكم بس أجوبة عملية، يعني نعمل إيه بشكل عملي، مش كلام بس نظري خلاص؟ والدرس العملي لحلقة النهاردة هو كان سؤال على الأكل الخارجي بنسبة الأطفال لما نبتدي تجارب الأكل فكان السؤال على إدخال الخضار وإدخال الفواكه الدرس بقى العملي يوجد ضرورة لإدخال الخضار قبل الفواكه تمام؟ يعني ده عنوان الدرس لما نيجي نجرب، ندي للأطفال أكل خارجي أنا أتكلم عن الأطفال اللي بيرضعوا، سواء رضع طبيعية أو رضع صناعية ابتدينا بقى تجارب الأكل، نجرب الخضار مش الفاكهة ليه؟ لأن لو بدأنا بالفاكهة، الأطفال بتطلع بتكره الخضار مش أنتوا تسمعوا أو بتشوفوا أطفال كتير قول لك ما بيحب شاكوا الخضار ده لأن البدايات كانت بالفواكه، مش بالخضار، ابتدوا بالخضروات وتحديدا فيه ثلاث أنواع من الخضروات مهمة قوي بطاطس، الكوسة، الجزر، كل حاجة لوحدها مهروسة ومسلوقة كده جامد قوي زي البيوري كده بتبقى مسلوقة ومهروسة ونبتدي نديها للطفل يلا نقول بقى معلومات كده سريعة قوي إيه التوقيت المناسب بعد نهاية الشهر السادس؟ عشان ما يحصلش حساسية لأنه كتير قوم الأطفال اللي بيجي لهم حسام الأطعامة بتكون نتيجة إن إحنا بدرنا إدخال الأكل بعد نهاية الشهر السادس ده المعاد إيه الكميات؟ عارفين المعلقة الصغيرة اللي إحنا بالليه معلقة الشاي دي معالي الأطفال بتبقى أصغر فالتجربة بتبقى قايمة على معلقة واحدة في اليوم أنا عارف إن فيه ناس تقولك أنا هسلق بقى عشان معلقة لا معه أنت ممكن حضرتك تشيلي ده في التلاجة ولا حاجة وتطلعيه قبل استخدامه بفترة بس برضو ما تشيليهوش أيام يعني أو إنك تأخدي جزء صغير يعني مثلا بطاطسايا خدي حتة منها وسلقيها معه أنت لازم بقى تبزيلي مجهود عشان تتصرفي صح يبقى الكمية معلقة معلقة واحدة في المرة عارفين بنزود مثلا لمعلقة ونص إمتى؟ بعد مرور أسبوع يعني لازم نفضل مثبتين الكمية كده لمدة أسبوع خلاص إيه تاني؟ يعني إحنا قلنا زيادة الكمية خلاص قلناها إيه بقى الأخطاء الشائعة؟ يلا نقول الأخطاء الشائعة أول حاجة إن إحنا نحط الحاجات دي مع بعض ونقول إيه شربة خضار؟ لا شربة خضار لسه لما يستطعم الطفل ويجرب الخضروات دي كلها نبتدي نحطها له مع بعض تاني حاجة إن إحنا فيه ناس يقوله إيه طب أنا ممكن بدل ما حط مية أحطها في شربة؟ ممكن بس ديه برضو مش في الأول في الأول لازم تبقى مية بس والشربة لازم تبقى شربة منقاة تماماً مفاش دهون إزاي؟ وتحديداً شربة الفراخ يعني بتجيبي الشربة وبتحطيها في التلاجة خلاص فهتكون طبقة دهون كده شيلي الطبقة دي واستخدمي الشربة يا دوبك على قد ما هي إنك تستخدمي أو إنها تتهرس الأكل إيه تاني من الأخطاء الشائعة؟ إن إحنا نحط توابل نحط ملح أو فلفل أو كمون لا الأطفال لازم في البدايات ما نحط لهمش حاجة خالص من التوابل خالص لما نجرب الأكل نبتدي بعد كده نضيف لهم الحاجات دي بمقدار ضئيل جداً جداً إيه تاني من الأخطاء الشائعة؟ إن أنا أحط لهم الحاجات دي إن أنا عليها مثلاً عسل أو عليها حاجة أقول عشان خاطر طعمها يبقى حلو ده غلط جداً العسل ممنوع خلال السنتين الأوائل من العمر خلاص؟ دي كلها من الأخطاء الشائعة إيه تاني من الأخطاء الشائعة؟ إن أنا زود الكمية أقول إيه الطفل عيحب بالمناسبة الأطفال إنتوا لو شفتوهم وهم بيأكلوا الأكل الأول مرة هتلاقون بيحبوا الأكل جداً مش معنى كده أن يعني حضرتك طبخة ماهرة طبعاً إن شاء الله تبقى طبخة ماهرة ولا أن الأطفال حبوا الأكل بس الأطفال بعد شهور إنه هم ما بيأكلوش غير حاجة واحدة اللي هو لبن الرضاع سواء الطبيعية أو الصناعية هيكونوا متلهفين جداً لتقبل أي طعم تاني فدي مش دلالة على إن الطفل بيحب يعني الأكل فنقوم نزود له الكمية الكمية زي ما قلت معلقة واحدة في الأسبوع والزيادة بعد الأسبوع الأول بتكون بمقدار نص إيه تاني من الأخطاء؟ إذا أنا أفتكر إن اللي أنا بعمله ده كتجارب أكل بديل عن الرضاعة بالعكس ده هي بتبقى ما بين الرضاعات أو قبل الرضعة مباشرةً تمام؟ لازم نخلي بالنا من الحكاية دي قوي خلاص؟ كل دي أخطاء شائعة لازم نخلي بالنا منها ونتجنبها علشان التجربة تعدي بأمان وسلامة